اشتركوا في القناة شكرا لبرلمان الفرنسي على اهتمامه باستضافة مائدة مستديرة رفيعة المستوى للتعرف على طبيعة التطورات التي حققتها مملكة البحرين لتطوير التشريعات الحافظة لحقوق المرأة والمراعية لاحتياجاتها وبما يضمن ادماج جهودها في المسار التنموي معاربة عن حرص البحرين في المقابل للاطلاع على جهود المشروع أو المشرع الفرنسي في ذات المجال كما اكدت طرفان على ضرورة تفعيل قنوات التواصل المتاحة بين البلدين الصديقين للمزيد من التشاور والتعاون وذلك بما يصب في مصلحة الدولتين الصديقتين وقدمت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة لنائب رئيس البرلمان الفرنسي شرحا مجزا حول ما تقوم به السلطة التشريعية في البحرين من دور كبير ساهم في تحويل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية إلى نظام حكمة لمراقبة الأداء المؤسسي في تنفيذ الالتزامات الدستورية الضامنة لتكافؤ الفرص وتحقيق التوازن المطلوب بين مشاركة المرأة والرجل في الحياة العامة وهو ما نقل تجربة البحرين في مجال تقدم المرأة من مرحلة التمكين التقليدية إلى مرحلة نوعية تمتاز بتنفيذ سياسات علمية ومنهجية تمكن المرأة من النهوض بنفسها وبمجتمعها ومن جانبه أعرب السيد رينسون عن تقدير الجمهورية الفرنسية الكبير بالتجربة البحرينية المتقدمة في مجال حفظ وتعزيز حقوق المرأة البحرينية معربا عن ترحيب مجلس النواب الفرنسي للعمل مع البحرين لتبادل الخبرات في هذا المجال بالنظر إلى العمل الجاد الذي تقوم به المملكة على صعيد تطوير ومتابعة تنفيذ تشريعات الخاصة بالمرأة مؤكدا تقديره للعلاقات التي تجمع البلدين وتقارب وجهات النظر في الكثير من المجالات الداعمة للتنمية والاستقرار والسلام المنشود على الصعيد العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر